مرحبا أصدقائي شلونكم أتمنى تكونون بخير أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد في قناة الاستثمار في العملات الرقمية بهذا الفيديو رح نتكلم عن عملة غالة وآخر التطورات طبعا أعلن فريق عملة غالة عن خطوة لتحديث عملة غالة رح ينزل طبعا تحديث عملة غالة ال V2 سيعمل التحديث القادم على تحسين كبير للنظام البيئي الحالي للمشروع ولكن بجانب ذلك بعد طرح التحديث ستصبح عملة غالة الحالية بلا قيمة طبعا فريق غالة غيم أعلن عن ترقية العقد الجديد لعملة غالة واللي سيؤدي إلى مميزات وتطورات مهمة لعملة غالة أولا ستكون هناك آلية حرق لعملة غالة اثنين تحسين لأمان العقد الذكي وثلاثة إمكانية الترقية المستقبلية طبعا مصير عملة غالة الحالي الموجودة هو راح تكون بلا أي فائدة بالتزامن مع أطلاق غالة فيتو سيتم توزيع عملة غالة فيتو على ممتلكي عملة غالة يعني إذا أنت كنت عندك عملة غالة في المنصات أو إذا كان عندك عملة غالة في المحفظة سيتم توزيع واحد إلى واحد أي إذا كنت تملك عملة غالة واحد ستأخذ آيريدروب لعملة غالة بنفس القيمة أي ستأخذ واحد غالة في يوم 15 مايو غدا سيتم أخذ لقطة شاشة سناب شوت للمحافظ وممتلكي عملة غالة ورسال عملة غالة جديدة طبعا المنصات التي ستدعم عملة غالة الكثير من المنصات أعلنت على دعم ترقية عملة غالة من هذه المنصات منصة كوكوين منصة باينانس منصة كريبتو دوت كو منصة غيت ايو منصة هوبي غلوبال ومنصة ميكس و أوكي اكس والكثير الكثير من المنصات أعلنت عن دعم عملة غالة أوصى فريق عملة غالة ممتلكية عملة غالة بالاحتفاظ بعملاتهم في المحافظ قبل موعد اللقطة اللي هو 15 مايو وأيضا حذر الفريق بشدة من الاحتفاظ بعملة غالة في العقود الذكية أي في أحواض السيولة حيث أوضح أنه لا يمكن ضمان إمكانية الحصول على عملة غالة فمن الأفضل أن تسحب عملاتك إلى محفظتك الشخصية لكي يتم أخذ لقطة الشاشة مثل ما تشوفون حاليا في الكوين ماركت كاب التوتول سبلاي لعملة غالة هو 35 مليار عملة غالة اللي راح تكون نفس العدد بعد الترقية الجديدة طبعا إلى الآن في الكوين ماركت كاب مثل ما تشوفون هذا العقد الذكي على الأثيريوم هو العقد القديم ولم يتم إدراج العقد الجديد ننتظر التحديث وسيكون العقد الجديد متوفر في الكوين ماركت كاب طبعا هاي آخر تطورات هذه العملة وصلنا إلى نهاية الفيديو مع السلامة